هذا السأل يسأل يقول شخص تحدث مع آخر عن طريق الفيسبوك و أخبره ضمن معلومات تعريفة بنفسه أنه مطلق زوجته بالثلاث فهل يقع الطلاق فعليا نعم إذا أخبر رجل عن نفسه بأنه قد طلق ثلاثا أو طلقت طلاقا واحدا فهل هذا الأخبار يعني أنه وقع الطلاق أو لا يقع الطلاق إذا كان يقصد بكتابته لأنه عن طريق الفيسبوك أنه يقصد طلاقا يقع الطلاق ينوي طلاق من هذا القول فإنه يقع الطلاق وإذا كان لا ينوي طلاقا وإنما يريد أن يكذب في قوله فهو لا يريد إنشاء الطلاق وإنما أخبر كاذبا عن كونه مطلق ثلاثا في هذه الحالة إذا كانت نيته أنه لا يطلق لا ينشئ طلاقا وإنما أخبر كاذبا فإنه بينه وبين الله أي يدين بأن الطلاق لا يقع لا يقع الطلاق لأنه لم ينوي طلاقا وهو قد أخبر كاذبا ولم يخبر عن حقيقة هو فيها فكل من أخبر عن طلاق كاذبا بإخباره فإنه لا يقع الطلاق طالما أنه لم ينوي به طلاقا هذه القاعدة وإذا نوى طلاقا إذا قال ثلاث كما هو الحال بالنسبة لهذا السؤال هل يقع ثلاثا أو يقع واحدا عندما ينوي طلاقا فهناك اتجاهان المفتى به أن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد فإنه يعتبر طلقة واحدة ولا يعتبر ثلاث طلاقات باعتبار أن ذلك هو السنة الأخوة في الكنترول أخبروني بانتهاء الوقت أشكركم على متابعتكم الكريمة وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع المقبل وصلى الله وسلم عبينا محمد والحمد لله رب العالمين